أنا علمت بالحادث الأليم اللي وقع في تالة اللي أدى إلى مقدر خمسة مواطنين وجرح أكثر من ثلاثين مواطن وبالنسبة لي أتألمت برشا لأنه حادث مريع ومؤلم وخاصة في تالة وهذه المدينة قدمت كثير من التضحيات ببانة ثورة من قتلى ومن جرحة وما كانش بحاجة لهذه المصيبة الجديدة أنا كلمت السيد الوالي وعطاني جملة من التفاصيل على الحادث سأقبل كل شيء يعني أنا أتقدم بحرة تعازي لعائلات الموتى وتمنى لكل الجرحة الشفاء العاجل وأعبر عن تضامني وأسفي لمواقع لكل المواطنين في مدينة تالة وللأسف الشديد دائما أبدأ هذه الحوادث ولو أنها طبعا قضا وقدر لكن قضا وقدر أيضا سهلته بعض الظروف يبدو أن الوضع الصحي مرة أخرى ما زال متردي ويبدو أنه أيضا كان من المفروض أنه يعني كتكون هناك طريق حزمية أنا سأعمل بكل ما في وسعي مع الحكومة أيضا لتلافي على الأقل هذه المشاكل الأولان الصحية الآن حتى تعطى كل الخدمات الصحية لجرحانا ولكن أيضا يجب التعجيل بإيجاد حل حتى لا تعبر المدينة كل هذه الشاحنات المحملة بكل أخطاء